مثول مشجع بركاني أمام المحكمة بعد اقتحامه ملعب نهاء الكاف يمثل المشجع البركاني أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة نهاية الشهر الجاري للنظر في جنحة دخوله أرضية الملعب خلال ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية بين النهضة والزمالك الأحد الماضي واستدعى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة بركان المشجع المذكور للمثول أمامه في الجلسة التي ستنعقد في 30 من ملجاري بتهمة الدخول إلى أرضية الملعب بدون سبب مشروع أثناء جريان مباراة كرة قدم وكان المناصر البركاني قد ولج أرضية الملعب أثناء مباراة نهضة بركان والزمالك المصري الأحد الماضية حاملا علم فلسطينة في لقطة تفاعلت معها الجماهير بترديد شعارات مناصرة للقضية الفلسطينية وحسب الفصل 308-11 من قانون 09-09 تطبق غرامة مالية من 1.200 إلى 5.000 درهم على كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة والتدليس إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية ونفس العقوبة تطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار بدون سبب مشروع أثناء جريان المباراة أو تظاهرة رياضية اشتركوا في القناة